وصلة لكلامك نعم يعني تغيير الفياض كان أيضا سبب يعني هل استند تغيير الفياض على هذا التقرير لأبو عيسى شوف المفروض في كل القرارات الحكومية هذا أولا أي شخص يخرج من المنصب يجب أن يبين أسباب خروجه من المنصب حتى نعرف يعني إذا خرج الفياض من هذه المناصب اللي كان هو يحتلق ثلاث مناصب نعم مو بس ثلاث مناصب أكبر يعني ما أريد نقولها أنا ما أريد نحك بيها ولكن مناصب أخرى لكل الموجودين في هذه القيادات ما أريد نحك بيها مناصب أسمية لذلك إحنا طالبنا طالبنا الكاظمي أكثر من مرة بأن يعلن الرواتب المزدوجة يعلن الصفقات والعقود التي تحدث لكن مع الأسف حتى هذه اللحظة يعني ما أعلنوا عن ذلك وأتمنى هم يسمعونا مرة أخرى وأن يحالون أسماء ما كفونا يعني ما يكو مشكلة سابع أحمد خلينا نعلن أسماء نعلن الرواتب نعلن العقود ما يريد نشكله لجان لا أخذ المعلومة تصل إلينا حتى نقدر نحللها بس وصلت معلومة الهاشمي حول الأعداد للفصائل وتنسيقاتها والمناصب والمناصب لهذه الهيئات رئيسي أنه اتخذ القرار بقتل الهاشمي خلص انتهى بعد ذلك حتى موضوع فالح الفياض أيضا عجل بقتل سيد هشام يعني هذا موضوع ولذلك الحكومة اليوم ملزمة بقوة يعني على أقل تقدير أن ترد بعض الدين لهذا الشخص شخص طيب وحتى استاذ حسن